الأطراف المشاركة في الصراع والحرب دي مين هما يا دكتور؟ ايه الصراع؟ هادي جيش هادي واحد والدعم السريع هادي اتنين؟ خارجيا اه ما هقولك من الداخل خلينا نقول من الداخل كمان قوى المدنية نفسها كانت ظلت لحد اللحظة دي شبه متفرجة لكن هي بتنحاز لقوى معينة يعني بعض منها قيل انها تنتحازت للدعم السريع أو الأمر ورجعت مرة تانية وان يجب يكون الدولة لها جيش واحد لا يمكن يكون دولة وعلى فكرة اللعبة اللي بتحصل في السودان دي لعبة كبيرة من الغرب هما كانوا هما مراهنين دايما ان يشوفوا قوتين متعاديتين في كل دولة من الدول المنطقة العراق كان موجوه طبعا قوة الجيش وكذا كان ضد القعدة في سوريا قوة الجيش وكذا ضد داعش في ليبيا قوة حفطر في الشرق مع قوة مع بعض الميليشيات اللي هي يعني على اتصال بتركيا ومولى من تركيا وما إلى ذلك في اليمن قوة الدولة معها الحسيين فهنا السودان كانت مرشح للنقطة دي وحتى مصد نفسها كانت الفكرة ان الاخوان المسليني بقوة في مواكهة السلطة وهذا لم ينجح في مصر لان مصر دولة قادرة على بمثقفيها ورودها وتاريخها وتراثها قادرة على انها تغير المسار وانها تختار الطريق الاسوب في اللحظة المناسبة هذا لم يحدث في السودان وقادي السراع اللي هو موجود دلوقتي الاثار اللي ترتب عليها هذا يا دكتور الآن احنا الوقت وصلين لأيه؟ ايه الموقف في السودان على الارض؟ يعني من ناحية العسكرية حصل صراعات في مناطق مختلفة ومتعددة منها مثلا ماروي هم ضربوا حتى ضربوا طيران في مطار ماروي وكذا وكذلك في مناطق النوبة يعني مناطق النوبة دي كان فيها اثار وحاجات زي كده حصل برضو في عدبارة وحصل في بور سودان وطبعا في العاصمة وحوالين انقيادة السياسية للجيش وكمان حصل في مودرمان وحصل في جنوب السودان في جنوب الخرطوم في منطقة الشجرة تبقى الحضراتي ده بقى ثم انتقل الامر الى دارفور مهم سيطرة هي مسيطرة الجنجويد مسيطرين على منطقة كبيرة على معظم دارفور ما عادة المنطقة الشمالية بس لكن هي اربع محافظات المحافظة الخامسة الشمالية هي الوحيدة اللي هي مش تحت ايدو كمان داخل استراع تاني الى مناطق في جزيرة وفي القدارف كمان محافظتين قدارف وسنار وجزيرة اهم محافظات السودان كلها لان هي اللي فيها الخير خيادة الدعم السريع وهي اللي فيها زراعة وهم راحوا هناك لما هي منطقة كان هرب اليها بعض كتير من السودانيين وبمناسبة الهروب يعني حوالي تمانية ونصف مليون هجروا من السودان بعضهم داخلي وبعضهم خارجي الخارجي واحد ونص أو واحد وسبع من عشر مليون من السكان الى تشاد والى مصر ومصر طبعا عدد كبير جدا جدا الى مصر بالشكل اللي انت حضرتك شايفاه بالكلام عن مصر خلينا نعرف من حضرتك موقف مصر تجاه الصراع السوداني وكمان دورها في تجمع دول جوار السودان يعني هو مصر من الاول يعني كما اشير يعني بان مصر رأت انها لا تتدخل تدخلا مباشرا في هذه الحرب والسبب في ذلك هو طامع قوة خارجية تتلصص وتتصنط وتريد ان تنتهز فرصة معينة لكي تدخل في السودان تكن في دعم الفكرة من حوالي 25 سنة انا قلت في طمر في معهد الدراسات الافريقية جامل القيرة اللي هو كلية الدراسات الافريقية العليا حاليا قلت لهم يا اسيادنا للسودانيين والمصر نحن يجب نحط ايدينا في ايدينا بعض لان هذه هي الفرصة قبل ان تأتي قوة خارجية وهي امريكا بالتحديد وترغم هذه المنطقة اللي كي يشتغلوا عبيد عندها وي يتشغلهم في المزارع وكذا وكذا خصوصا ان السودان فيه اكتر 150 مليون فداد قبل الزراعة يعني هو ممكن ان يكون هو غير السرواص اللي لسه بنتكلم عنها المعادن والذهب اه خلاف الدهب والنحاس والبترول لكن هو كمان هم عندهم حتى الماشية عندهم 100 مليون احنا الى الان بنستورد منهم يا دكتور احنا الى الان ده حاليا برغم من الازمة اللي حصل هم واسيوبيا كل دولة منهم عندها 100 مليون لان هي منطقة دكتور امطار بكسافة كبيرة فحشائش السفنة والكلأ والعشب المتوفر بدراءة كبيرة فبتقدر الجمال والبقر والاغنام وكذا